اشتركوا في القناة الله يعني مع الوقت حتى يعني الكلام ده حيبان اذا كان كلام فارغ او كلام في الهواء ام لان ده حيبقى فيه نائب عام وقضية وتحقيق وحاجات كده وبالمناسبة انا احب بس اقولك على حاجة قالها محمد مصطفى الشردي الزميل صديقنا العزيز امبارح كان معنا في 90 دقيقة وشاف من واقع المظاهرات وكان واقف وسط المظاهرات في دان التحرير شاف اجانب بتسخر من المتظاهرين في نقطة فارقة ربما كانت في المظاهرة وقال الشعب المصري سؤالة قال الشعب المصري فين فالاجانب رده قالوا الشعب المصري نام فمعرفش هل ده ممكن يكون فيه ارتباط ما بين ده يعني مش حالف يعني بس الواحد بيحب بيحاول يحط البيسز او القطع مع بعضيها على كل حال انتهيت لنقطة الشعب يريد الوقتي كنا بنتكلم على السيناريو وحضرتك من اهم بس النقط اللي ابرستها انك قلت ان احنا بكرة في سيناريو لا احد يعلم ملامه ولا احد يعلم ابعاده وهو ده اللي مخوفك قلت انه حتى لو انا قدام سيناريو بان فيه قوطين قدام بعض هيواجهوا بعض ربما ده بالنسبة لي يبقى واضح ويبقى مفوش مشكلة لان يعرف ابعاده انما اللي مخوفك حالة الضبابية او عدم الوضوء انا رديت على حضرتك وقلتلك اساس عينات خلينا نكون سرحة زي ما احنا اعهدناك دايما صريح انه هناك عبارة تتردد على ألسنة هؤلاء الشباب الشعب يريد اسقاط النظام انت شايف العبارة دي ازاي والشباب هنا النهاردة بيعبر عن وجهة نظر جموع الشعب المصري ولا عن وجهة نظر وهو او هذه الجماعة او هذه القوة السياسية اللي برزت على الانترنت تحديدا زي ما بيقول ركز معايا يا خي زي زي ما بيقوله انا بركز معاك من الاول في النقطة دي اصل النقطة دي النقطة دي مهمة لا دي مش مهمة دي صعبة جدا اصعب من قدرتي فربنا وفقني وقضة واعرف اسرحها ربنا معاك الشعب يريد اسقاط النظام اذا كان الشعب الشعب بوسيلة شرعية يريد اسقاط النظام فهذا من حقه بس اوه بس عشان يعني محدش يتهمنا بان احنا نريد المحافظة على اي نظام بأي تمام لا ده كمبدأ الشباب الذين تظهروا دائما الشباب بيعبروا عن قوى ثورية بازغة لسه تجربتهم بكر لكن عندهم الصدق الشديد ونفس الشباب دول زي ما تظهروا بعد مظاهرات التهيران في 68 زي ما تظهروا في الجامعة المصرية وقت ما كانوا عايزين الرئيس السادات انه يحارب زي ما تظهروا في 77 زي ما تظهروا كتير عشان العراق وفلسطين وغزة ده ضمير امه بيقولوا وجهة نظرهم وبيعبروا عنه تمام كويس هم يمثلون حقيقة ما يقولون ولا يجب ان احنا نوصمهم بحاجة سيئة لا سمح الله حلوة قوي لكن في النهاية اذا اراد الشباب ان هو يغير النظام او يسقط النظام عليه ان يبحث عن الوسيلة اللي هي تمكنه من تغيير ذلك بالشرعية ليه لافرض اننا قوة اخرى في ناس عندها قوة الشارع وفي ناس ممكن يكون عندها قوة الدبابات وممكن يكون في ناس عندهم قوة البوليس وممكن ناس يكون عندهم قوة المافيا وممكن ناس يكون مستقويين بقوة اجنبية وقوة عشوائية وكل واحد من دول عايز يغير النظام هل هل هذا يسمح احنا مش مخترقين درجة العادة دايما ان التغيير يتم عبر القنوات الشارعية يروح واحد ردد عليه على طول يقول لي طب الشارعية فين فين اذا كانت الانتخابات وارادة الامة بتتزور اقول له تطلب اجراء انتخابات حرة بعد اسقاط هذا البرلمان تحت قواعد انتخابات سليمة ورقابة دولية فاذا اذا جاءت اغلبية تعبر عن الف او به او جيم في انتخابات حرة فعلينا جميعا كمجموع حتى لو بفرق صوت واحد ان نقبلها كائنا من كان كائنا من كان واكرر لا اتحدث عن شخص بعينه او قوة بعينه اذا افرزت هذه الانتخابات لان هذا البرلمان لا عمر له ولا امل فيه لانه سقطت مشرعياته الشعبية عند الناس ومين يضمن يا استاذ عناد انه السلطة تستجيب لهذا المطلب اجيب رقابة دولية واحل البرلمان ما اينا هرده يعني فيه رموز موجودة في السلطة بتقولك ده الفعش كويس احنا دلوقتي لازم تعرف انه مصر بعد 25 يناير غير مصر قبل 25 يناير تمام بدليل ان احنا في ست ايام في خمس اجراءات اتخذت ما كنا لنتخيل احنا بقالنا 30 سنة بنتطالب بنائب الرئيس جاء نائب الرئيس تمام في 48 ساعة تمام كنا بنطالب بالنظر اكثر الى العدل الاجتماعي جاء التكليف يتحدث عن العدل الاجتماعي كنا نطالب اكتر بالحوار مع المعارضة اول مرة نشوف في بيان حديث عن حوار مع المعارضة فيه مطال فيه امور كثيرة جدا لم يكن حد يصدق انا لو جيت اقولك يوم 24 كنت تتصدق ان دبابات الجيش في الشارع كنت هتقول لي اه لو جيت اقولك ان حكومة الدكتور نظيف دي هتسقطه لان كلنا كنا عارفين انها قاعدة لحد الانتخابات الرئيس لو اقدر اقولك ان كان حيبقى فيه شباب في الشارع وقف هو اللي بيحرص البيوت كنت تتصدق لو اقولك ان مصر كان هيحصل فيه حزرة تجاول كنت تتصدق لو اقولك ان مدان التحريم محدش كان يقدر يدخل فيه كنت تتصدق لو اقولك ان البرصة المصرية اللي كانت ماشية كده هو فقدت الان 80 مليار جنيه مصري في 6 ايام كنت تتصدق كل ده محدش كان يقدر يصدق لو اقولك انه سمعة مصر والسياحة اللي بتشغل واحد من 8 كنت تتصدق لا ولو اقولك ان دلوقتي اصبح فيه ناس بتسمع حاجة اسمها الشباب فيه حاجة في مصر قوة اسمها الشباب للأسف انت تتحدث عن ناس من 12 ل 25 بيمسروا اكتر من 45% من تعداد السكان اين هؤلاء دول في ضمير صناعة القرار واحد حد يسمحوا بيتكلم معاهم وياخدوا يدي معاهم دي نقطة مهمة جدا مهمة كانوا منسيين كانوا منسيين فعشان كده المنسيين دول بيقولوا لك احنا هنا لكن في نفس الوقت اللي بيقولوا لك احنا هنا وهذا حقهم المشروع ابتدى فيه ناس عايزة تركب الموجة بتاعته ده الخطر اه ده الخطر ارجعلك بقى للشعب يريد اسقاط النظام اه انا عن نفسي على فكرة اسوأ شيء في الدنيا الاسوأ من نفاق الحاكم نفاق الشارع طبعا انا ممكن اطلع دلوقتي واقول لك عشر سطور جميلة جدا ممكن امرنك كده عليهم واقول لك هقول ايه اه وخصوصا من غير قطع كلامك انه اكيد فيه ناس تيرة جدا دلوقتي قعدة اه ما بين 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 منتظر ايه اللي هيحصل عشان عركب عني موجة اه اقدر اقول لك يا شاحب مصر سور اعزل هذا الحكم غير بنفسك اعمل لجان شعبية اثبت نفسك على الشوال هذه انا مش من المؤمنين انا مش من المؤمنين وبقولها لك النهاردة المفروض ان انا بقى منافق ونافق الشارع انا مش مؤمنين بالثورات انا مؤمنين انا من المؤمنين بالاصلاح اه انا مؤمن باحتجاج انا مؤمن بالاستماع للشارع انا مؤمن بانك تاخد رأي الشارع وانت بتغير لكن مش مؤمن بانك انت تيجي وتنقل شيء جاء بالشرعية ثم تلقي به في الفضاء لان السؤال إذا أسقطت النظام أسقطت النظام إيه اللي جاي هتجيب مين بعده هتتصرف فيه إزاي هتيجي تقول لي ما هو معروف في العالم أن هناك وسائل شرعية طب الحركة في تونس بقالها كم يوم من ساعة ما بن علي ماشي شهر لكن لسه مش قادرة توصل للديمقراطية فيه علامة استفهام كبيرة وبعدين في الآخر ممكن يأتي جنرال بن عمار هو اللي ينزل في الآخر وياخد الحكمة في الآخر حينما تصل الأمور إلى حالة من الفوضى الشديدة فلا يصبح هناك حل إلا للأقوى وليس للأفضل الأقوى وليس الأفضل لأنه في النهاية أنا عايز أقول لك مين البطل اللي احنا كلنا بنحلم بالنهاردة عارف مين يا معتز كل المصريين هناك بطل واحد يحلمون به وهو الأمان نعمة ما كناش نعرفه نعمة ما كناش نعرفه إحنا كنا عايشين وزي ما بيقولوا بالإنجليزي واخدين كل حاجة فور جراني مزبوط الأمان البطل الذي يجب أنه والأمان يأتي بالشرعية والتمسك بالشرعية ده من الشعر وزي كانت الشرعية تستلزم إن إحنا نغير أي حد في البلد وبقولك تحت كلامي ده أي حد في البلد نغيره بس نغيره بالطريق المشروع لا يمكن تحت أي سبب من الأسباب إن إحنا نتخلى عن الشرعية لأن الشرعية دي هي الأساس الوحيد اللي ممكن تخلينا نقدر نستمر لأن إذا دخلنا في حلقة من إن كل صاحب قوة يستطيع إن هو يستقوي بأي قوة شارع مترليوز دبابة ميليشيات 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 في نهاية الأمر سندخل في حالة غير طبيعية لما الشباب يقول لك طيب أنا عايز أغير الرئيس مبارك ترد عليه تقول له إيه أرد عليه أقول له إذا أردت أن تغير الرئيس مبارك من حقك اذهب إلى صناديق الاقتراع وتخلص من العديد اللي موجود منهم من حالة السلبية واللي ما عندهمش بطاقات انتخاب وأي حد فوق سنة 18 يسجل نفسه دلوقتي في الدخول ويكون عندنا من ضمن الحركة من حركة الشباب اللي موجودة دي والشباب بس مش اللي في مدان التحرير فيه شباب لا يقل عظم عن شباب مدان التحرير اللي جان الشعبية اللي بتقف على الشوارع اذهبوا واطلبوا بطاقات وتظاهروا بقى قدام وزارة الداخلية تطلبوا ان البطاقات تكون موجودة ومفتوحة طول السنة وليس لمدة شهرين ان انا بطاقة انتخابية ان من حقي ان انا اخش واقول صوتي to make a difference ان الحد دلوقتي مش عارفين قيمة الانتخاب هتقول لي وزارة الداخلية هتقول لي هي اللي كانت بتحول دون دون اه لان هو حسب النظام للجان والامور دي كلها حرام ان انا بس يعني اهجم هو النظام كان بيقول ان هما كانوا فترة معينة من السنة من ديسمبر مش عارف اللي كان لمدة ستين يوم لا انه يكون على مدار السنة كلها ممكن القيد للشباب او ان انا بالرقم القومي اخش على طول وصوت بشكل اوتوماتيكي طب ده محتاج تعديل تشريعي لا مش تعديل تشريعي هو في النهاية تقني بس على النات يعني احنا لحد دلوقتي لسه بنشتغل بضفتر القيد يعني في النهاية نجيب شركة عالمية نديه عشرين مليون دولار تعمل لنا قيد كل المصريين على النات في الانتخاب فكل واحد في الدايرة بتاعته اول ما تحط بتاعته خش على النات ويقدر انه هو يعني حضرتك عايزة تقول ان في حلول كثيرة في حلول انا بتكلم على النضال النضال التشريعي النضال من اجل ان انا يكون لي صوت ليه الشباب دول ما يتحولوش لحزب للجان الشعبية دي ما تتحولش الحزب ليه اصحاب المصلحة الحقيقية في مصر دول لا ينخرطوا في الحياة الحزبية ويدخلوا الحياة ويستطيعوا ان يؤثروا ويكونوا موجودين لماذا هم على الهامش لماذا الاقباط على الهامش لماذا الشباب على الهامش لماذا المرأة على الهامش احنا 85 مليون لكن اللي بيدير نادي القرار السياسي في مصر لسنوات طويلة هم من خمس لعشر تلاف احيانا يكونوا في الحكم واحيانا يكونوا في المعارض لكن الجسم الرئيسي من حركة الشارع المصري هي لا تشارك هتيجي تقول لي تمهم وممكن يزوروا هذه الانتخابات طالب بحقك في انتخابات نزيهة طالب بحقك في ان تكون قائمة نسبية طالب بحقك برقابة دولية طالب بحقك في ان يكون قاضي على كل صندوق لكن اذا انت قبلت مبدأ الشورت كت اختصار الموضوع واسقاط النظام حيأتي من هو في ظرف اخر غير طريقتك وحيستخدم مبدأ اسقاط النظام انا مع اصلاح النظام او تغيير النظام حتى لو استدبع انه اذا كانوا عشر تلاف بيحكموا من اكبر رأس الاخر رأس يغدر ويمشوا بس بس باصلاح النظام بالشرعية دي نقطة النقطة التانية النقطة التانية اعتقد 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 ان من الممكن في هذا الظرف اللي بانت فيه بوادر امكانية استجابة للنظام لكثير من المطالب انك تجري معاه حوار اذا فضلت تقوله لأ 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 قدامك حكتين اه يعني انكسر النظام فتدخل في حالة من الفوضى ينكسر يعني افترضنا انه انكسر خلاص انت اسقطت النظام اه فتدخل في حالة من علامات الاستفهام او الحالة التانية اني اقول لك اذا افترضنا انه طيب انا قاعد بقى وبقوة هندخل في مسلسل لا تعلمونه ولكن الله يعلمه لكن ليه ما يكونش فيه احتمال ثالث ان انا عندي عشر مطالب اخد ستة النهاردة واخد اتنين بعد شهرين واخد اتنين بعد كذا واخد تلاتة بعد كذا فكرة فكرة اللي هو فيزنج مرحلة المطالب انا النهاردة انا النهاردة فيه رئيس مجلس الشعب انا زهلت من اللي قاله مبارح انه مستعد ان هو يقبل مبدأ حكم القضاء يعني معناها ان البرلمان ده الطعون يا اما كل البرلمان حيتغير يا جزء كبير من البرلمان حيتغير وبكده هتبقى المعارضة ممثلة جوه البرلمان بقى جديد انا بقى كحركة وعية من الشارع اتلقى في الكلام ده اه واجه اقول له تعالى بقى خليك عند كلمتك قول لي امتى وازاي وبأي طريقة وبأي قدر فييجي اقول لك طب احنا هنمشي تلاتين نقول له لا مش تلاتين هنفضل في الشرع لحد ما الاحكام كلها تتطبق هنا اناضل هنا اناضل عند اجندة واضحة والناس كلها تقبلك والناس كلها توافق معاك انت لو جنت جيت قلت اسقاط النظام انا مقدرش اتكلم بالنيابة عن الشعب المصري بس مقدرش اقول ان التمانين مليون مصري حيقوله اه حيقوله لا لكن بالتأكيد حيكون فيه بعض يوافق معرفش النسبة قد ايه وبعض يختلف لكن لو قلت الشعب المصري يريد اصلاح النظام اعتقده جازما كله اعتقده جازما ان كل مصري حيقول الشعب يريد اصلاح النظام الحوار يبقى ما بين مين ومين اذا كان حضرتك استاذ عماد لسه الوقتي مشخص اما هنا بقى دي هي دي بقى مشكلة التشكيل الوزاري اللي انا شفته النهاردة تشكيل الوزاري في ايجيبيات كثيرة اقولك الاول ايجابياته بعدين اقولك سلبياته كويس ايجابياته انه هناك مجموعة تأتي من اجل تطبيق فكرة العدل الاجتماعي والبحث عن الناس اللي هم الاكثر احتياجا للطلبات اه نمرة اتنين ان هناك وزير داخلية مشهور له بالكفاءة والنزاهة وحسن التعامل مع الجمهور ايه كويس انه من ضمن ذلك انه في حد مسقف عظيم زي جابر عصفور ان هناك اثري عظيم زي زاهي حواس حواس انه الدكتور سمير ردوان رجل يعني فيه زواهر كتيرة جدا كويس اه ايه السلبية الاساسية اللي انا واقف قدامها اه حاجتين اه انت بتغير ليه انا بسألك انت السؤال ده تفتكر الرئيس غير ليه ايه هو المحرك الرئيسي الذي دعاه للتغيير جاوبني بس على السؤال ده عشان اتلقف منك اه هو زي ما قال في كلامه حتى استجابة لمطالب الشباب المشروعة اللي هما مين الشباب الشباب المشروعة السؤال السؤال اصغر متوسط عمر في هذه الحكومة عنده كم يا معتز اه متهيقني مثلا خمسين سنة لا اكتر اكتر حاجة وستين حاجة وستين اه ده احنا احنا الاتنين اللي المفروض شباب ما ننفعش نعبر عن الشباب النهاردة مظبوك ما ننفعش ولذلك ما فيش وزير مثلا عنده تلاتين سنة ما فيش اه هذه وزارة ممكن ان تحدث تغيرات وعلى راسي وانا عندي ثقة هائلة فحمد شفي لكن مش دي القضية مش دي القضية القضية انه انت عايز تخاطب الشباب مين اللي حيكلم الشباب مين مين عند ليه ما عندكش شكل للشباب وال المجتمع المدني يخش مع الجماعات دي يخش في حالة حوار يندمج معاها يفتح معاهم روافد ياخد ويدي معاهم يقيدهم يتكى عليهم يكافئهم لازم في حد اسمها في السياسة عنصر المفاجأة ما سمحش متهيقلي باخد الواج عشان كده انا سألتك السؤال قلتلك هو التغيير ليه يا معتز التغيير يا سيدي كان بهدف الوصول للشباب من في هذه الوزارة يستطيع النهاردة انه لما عندي عشرة شباب بنقولك احنا قادة الحركة الطلبية ودخدين او الشبابية وعايزين نتكلم حتقعب معا مين واحد كبير مش شاب لأ I need somebody انا عايز حد يتكلم لغته يتكلم مفرداته صحيح صحيح يديله كم واحد من دول عنده URL نمبر عنده موقع عن نت عشان يخدش يتكلم معاه صحيح احنا عايزين نتواصل معاه عايزين نوصل لهم في نظرية ولازم سؤال قبل ما نكمل لان الوقتي انا برضو ايه كل ما بتكلم معاك بطلع بعنوان الشعب انت من وجه نظرك كعمد اديب يريد اصلاح النظام بالتأكيد ده هناك اجماع على هذا المبدأ ما قدرش يابقى متحدث باسم الشعب المصري لكن لا بس انت بتصور احساسي او تصوري اه او على قد خبرة المحدودة في الحياة اه ان هذا شعار يقف خلفه ويتخندق خلفه جموع المصري الشباب بيرددوا شعار اخر اسمه الشعب يريد اسقاط النظام عمد اديب يرى ان ده ممكن بس لو ما ما يتحققش كله بكرة بعد 14 ساعة لا على فكرة انت ممكن تسقط النظام من خلال تغييره التدريجي ده اللي عايز اقوله لكن فكرة تاخد على مراحل لكن فكرة النوك اوت السؤال اللي عايز اسأله اه قولي فين حصل النوك اوت تغيير النظام بقصدي اسقاط النظام بدربة قضية واستطاع ان هو يحدث استقرار بعد شوي ما هو اكيد تجربة تونس هي اقرب تجربة تجربة تونس علينا ان ننظر الى اين ستصل لان تجربة تونس لان هو حصل ايه تجربة تونس جي الراجل وقال انا ماشي اه افرد انه بكرة افرد انه بكرة الرئيس حسن مبارك قال انا مش عايز احكم اه وارد وارد اه لأي سبب من الاسباب ربنا ادي له الصحة لأي حاجة قال انا مش عايز احكم اه كويس هل الناس ده في الشارع دول هيتوقفوا لا هيطلبوا اكيد بامور اخرى اللي هي ايه انه ما يكونش في اي حد من من هذا النظام اه فتبتدي تحط له اسامي فيبتدي هو يختار فيبتدي يقول طيب والبرلمان ده يضغير والكذا في النهاية انت وقعت فيه يعني مش عايب انك انت تستجيب للشارع لكن لابد ان يكون الاطار الذي يعبر عن ذلك هو من خلال الشرعية وإلا ان الشرع التظاهر هو احد وسائل الاحتجاج واحد وسائل الضغط من اجل التغيير لكنه ليس الاداة الشرعية للتغيير انا مش مخترع في ذلك وإلا ما كانش كل انظمة العالم كل انظمة العالم ترى انه صحب الثقة او استمرار الحكومة او عدم استمرار الحكومة او السلطة او تداول السلطة لا يتم الا من خلال الوسيلة الشرعية هتقول لي طب وهم كانت دون وسيلة شرعية تظاهر عشان تكون عندك الوسيلة الشرعية ناضل من اجل ان تكون عندك الوسيلة الشرعية لكن لا تقذف بالامور الى فراغ حلو استاذ عماد انت شايف ان الشاب المصري اللي واقفهم دان التحرير النهاردة وبقرة في حالة نفسية ان هو يتقبل مثل هذه الحلول نكلمه ننزله يبقى عندنا صبر معه نقوم معه اسبوع وشهر واثنين وثلاثة وسنة لانه ولادنا احنا يعني ولادنا دول اللي اتضرب عليهم رصاص لازم لازم نحقق ايه اللي حصل فيهم دول اغلى حاجة عندنا لازم ندفع عنهم ولازم نحميهم بصدورنا لكن في نفس الوقت اذا هم بيفكروا بشكل من الممكن مناقشته علينا ان نناقشه واذا قال فكرة عجبتني اقول اه واذا قال فكرة ما عجبتنيش اقول لا وفي الحالة دي مصبحش يعني عميل سلطة وضد كذا او بالعب لعبة حد لا دي هي زي ما هي بلدك وانا باقر انها بلدك هي بلدي وهي بلدك محدش فينا عنده سنتيمتر اكبر من التاني وخطأ خطأ من كانوا في السلطة في تجارب عديدة في الحياة المصرية منذ مئة سنة حتى الان انهم يعتقدوا بانه اذا قعد على كرسي في السلطة وزير او غفير او خلافه واتفر انه يمتلك في مصر اكتر من غير وعنده حقوق اكتر لا كلنا لدينا نفس مساحة الحقوق وعلينا نفس الواجبات ومحدش يحاول يعملنا كعبيد لانه العبيد ده هذا زمن انتهى من زمان والاسلام الاسلام انهى العبودية والرق وليس معنى ان تنتقد مسؤول تنفيذي وزير او محافظ او رئيس وزراء انك انت بتتعدى على الوطن لا انك ضد النظام لا انك انت بتتعدى على الوطن انت غير وطني سيدي الدكتور اللي بيعالج المريض بيكرهه اكيد لا بيحاول يعالجه صحيح طب لما يجي يقول له بطل تأكل سكر لان السكر اللي انت بتاخده بيوصل لكذا بيبقى كارهه بيبقى مش حبه لانه بيمنقه من الحاجة اللي بيحبها لكن هي دي وظيفته احنا بنشتغل ايه احنا بنشتغل وبناخد فلوس موظفين عند الضمير العام نحن ننتقى ده راتبنا لاننا نعبر على الضمير محدش عنده الامتياز الحصر للضمير نحن نقدم انت بتقدم اجتهاد للتعبير عن ضمير الامة وانا ممكن اكون بعبر عن ضمير مضاد للتعبير عن ضمير الامة لكن كلنا نسمع بعض وما نشتمش بعض وما نجرحش بعض الحالة الموجودة في مصر هي اختيال الشخصية من كل طرف لاخر محدش بيسمع لحد محدش حاطت ودنه عشان يحاول انه هو يفهم انت بتقول ايه يمكن اللي بتقوله ده يخليه يصل الى فكرة افضل مؤظم الناس حتى تشوفها ببرامج الحوار قعد بيسمع اللي بيتكلم علشان يفهمه ويرد عليه مش عشان يقوله لا فعلا والله اللي انت بتقوله ده يمكن صح وانت غلط وانت صح ثقافة المجتمع سيد عماد مطالبات كتير بس مصر وثقافة الحوار وثقافة قبول الاخر بس مصر اتغيرت مصر اتغيرت يا سيدي مصر دلوقتي بلد افضل رغم كل السوء اللي احنا شايفينه مصر النهاردة اصبح فيها يقز للضمير المصري ليس هو الشخص المستكين عرف الناس مدى قوة كلمة الشارع كان الافضل ان يصلوا الى ذلك عن طريق ثقافة وتعليم يديهم حق الاعتراض والاحتجاج بطريق سلمي بطريق مثقف الا ان فشل النظام التعليمي والنظام الثقافي والنظام الاعلامي وصلنا ان احنا نوصل للي وصلنا على كل حال انا هستأذن من حضرتك ان انا ناخد استراحة اعلانية اخرى وبعد الفصل عايزين نقرأ مع بعض اخر بيان اه ده بيان مهم جدا لانه في بعض الامور اللي لازم نقف ونحللها طبعا عشان نشوف طبيقة العلاقة النهاردة طبعا ما بين الجيش المنتشر في الشوارع بامر الحاكم العسكري لفرض الحالة الامنية وما بين طبعا ما بيننا كمجتمع مصري انا حريص ان انا اقرأ هذا البيان اذا حوار الاستاذ عماد قديب متواصل في تسعين دي اقليكم معنا ايو اتروحوا في اي حد